اشتركوا في القناة نعيشها في هذه الفترة كل المؤشرات تبين أننا نعيش هذه الأجواء أجواء ما قبل الظهور شاء من شاء وأبى من أبى للأسف في طائفة من الناس ما زالت في غفلة شديدة وبتعتبر أن الأمور طبيعية وتجري على خير ما يرى ولكن دعونا من غفلة هؤلاء مش هنتكلم النهاردة عنهم إحنا هنتكلم عن الطائفة المنتظرة الطائفة المرتقبة التي تنتظر وترتقب ظهور الإمام المهدي عايز أسألك سؤال هل تعتقد أن شخص يعيش حياته الطويلة ينتظر ظهور الإمام المهدي وعندما يظهر يكذبه معقولة دي تحصل هل تعتقد أن شخص من محبي ومرتقي بالظهور أول ما يظهر الإمام المهدي يحاربه تفتكر ممكن واحد من اللي بيعتبر نفسه من معسكر الإيمان عمليا عندما يظهر الإمام المهدي يلاقي نفسه مع معسكر الدجال لاحظ معايا إن الحلقة دي من أهم الحلقات اللي هنتكلم فيها عن الجروح عن الجروح والأمراض التي تخص الأمة الإسلامية كيف سيعالجها الإمام المهدي عند ظهوره في البداية ممكن فعلا يتحقق ما نقول ناس تنتظر ظهور الإمام المهدي وأول ما يظهر تكذبه لازم تعرف إن الإمام المهدي رجل صالح يأتي بعد إصلاحه بعد ليلة الإصلاح الإمام المهدي يكون على من هد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن واله الإمام المهدي لن يزيد ولا ينقص عما جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا المنهج سيتفاجأ به الكثير من الناس سيتفاجأ به كثير من الناس لدرجة إن ممكن أنت كمسلم عادي تلاقي فيه أمور ما كنت أنت تتمنها عند ظهور المهدي بالرغم أن أنت من المحبين ومن المنتظرين والمرتقبين لظهور الإمام المهدي وتلاقي نفسك على فجأة مع معسكر الدجال بتحارب الإمام المهدي لهذه الدرجة نعم لهذه الدرجة وهتضرب ليك أمثلة يعني ضرب الأمثال عشان للأسف الواقع بيقول كده تعمل إيه؟ أيها الأخ المسلم يلي بتنتظر المهدي من سنين طويلة وفي الأول اتفاجأت إن المهدي من السنة وإنت شيعي هتعمل إيه؟ هتلاقي فيه طائفة كبيرة يعني رجعت للحق ولكن في نفس الوقت طائفة أكبر هتلاقيها بتحاربه دعوه الحاجة ثانيا تعمل إيه؟ يا من تنتظر الإمام المهدي وإنت مثلا ترى جواز التوسل وطلب المدد وطلب الغوث من غير الله شايف إن الأولية بينفعه وبيضره يظهر المهدي يقول لك لا عبادة للقبور ولا دعاء إلا لله ولا زبح إلا لله ولا نزر إلا لله يطلع المهدي يقول لك كده إيه هيبقى موقفك يالي أفنت حياتك في انتظار المهدي وفي نفس الوقت طول عمرك بتدعو وتزبح لغير الله هو مش فيه مسلمين كتير يفعلوا ذلك هيبقى إيه ما موقفهم طيب حد يسألنا أنت متأكد إن المهدي هيعمل كده طبعا زي ما أنا شايفك متأكد ليه؟ لأن هذا كان هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وإحنا اليقين بتاعنا إن المهدي يأتي بمنهج الرسول هيبقى إيه؟ موقفك مثال آخر الدعاء اللهم لا ينكروا موضوع المهدي ولا يضعف أحاديث المهدي عندما يظهر الإمام المهدي ويجدك أنت كداعية حزاءا في نعلي كل سلطان تفتكر هتلاقي نفسك معاه وإنت بتقول طول عمرك إن أنا على المنهج السليم تفتكر إن أنت هتكون معاه الناس الناس اللي استحلت دماء المسلمين وأعانت على قتل المسلمين أول ما يظهر الإمام المهدي وإنت بتقول إن أنت بتحبه هل تعتقد إن أنت هتكون معاه ولا هتلاقي نفسك مباشرة مع معسكر النفاق بقيادة الدجال الأعور فكر كويس في الكلام اللي إحنا بنقوله عشان ما تنتظر الإمام تنتظره صح مش تنتظره غلط ما تقفش في المكان الغلط وبعد كده تتفاجئ إن أنت عند الأيام الحاسمة ضيعت عمرك كله فأفكار غلط في غلط بتحارب الدين وما بتحبش أشكال الناس بتوع الدين وفي الآخر خالص بتقول إن أنت هتبقى من أنصار الإمام المهدي وهتؤيد الإمام المهدي إزاي الكلام دوت نقتنع به لازم تعرف إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر إن في آخر الزمان الناس هتبقى معسكرين معسكر إيمان لا نفاق فيه ومعسكر نفاق لا إيمان فيه مفيش حل ثالث مفيش معسكر وسط ما بين الإيمان وما بين النفاق ففكر هتبقى مع مين طبعا عندما يصلح الله سبحانه وتعالى الإمام المهدي ببركة إصلاح الإمام هيتصلح حال كتير من الناس ولكن ده احتمال ما تحطش نفسك في دائرة الإحتمالات المنهج الذي يرضى الله ويرضى الرسول الاعتصام بكتاب الله والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والا هو ده طوء النجا قال الله وقال الرسول اوعد دخل نفسك في تحذبات أحزاب فرق جماعات طائفية بغيضة اوعد دخل نفسك في هذا الأمر يعني عندما يظهر الإمام المهدي هيبقى إخوان مسلمين هيبقى تبليغ ودعوة هيبقى من السلفيين بالمسمى الحالي هيبقى من إيه المهدي هيبقى من المسلمين لأن الله في القرآن سمانا المسلمين هو سماكم المسلمين مش ده القرآن بتاعنا ولا إيه هذا هو الكلام فالمهدي سيكون رجلا عاديا مالوش أي انتماءات ليه لأنه جاي يوحد الصف ولكن قبل أن يوحد المهدي الصف هيحدث توحيد لكلمة التوحيد هذه راية الإمام المهدي حتى الحروب إلا هيخذها الإمام المهدي هتحاكي الحروب بتاعة الرعيل الأول أيام بدر وأيام الأحزاب وأيام الخندق أيام عز الإسلام والمسلمين كل حاجة الإمام المهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها هيعملها ويقلد فيها الإمام المهدي أعتقد أن الكلام يطول ويطول شرح الكلام في الموضوع دوت لا أريد أن أطيل عليكم وعايز أحافظ على وقت الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من معسكر الإيمان الذي لا نفاق فيه وأن نكون من أنصار المهدي قولا وعملا إنه ولي ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تصلحنا بصلاح الإيمان اللهم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا